أهلا بكم مشاهدين في جولة على الصحف الأجنبية البداية من صحيفة نيويورك تايمز ونقرأ مقالة توماس فولر وإزابيل كورشنر عن الإصرار الإسرائيلي على اجتياح رفح رغم الأنباء عن قرب التواصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فيه بصرف النظر عن نتائج المحادثات لوقف القتال التي يبدو أنها أحرزت بعض التقدم فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يصر على اجتياح رفح إذا تم التواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فإن الانتقال إلى رفح الملاذ الأخير لمئات الألاف من عائلات غزة سوف يتأخر إلى حد ما تبع معركة رفح يمكن أن تتم خلال شهر رمضان الذي من المتوقع أن يبدأ خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس شهر رمضان كثيرا ما شهد توترة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وختماء إصرار ناتنياهو يؤكد الهوة الواسعة بين رؤية الحرب داخل إسرائيل وبين معظم دول العالم التي تحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع أغزة ونقرأ مشاهدين في فينانشل تايمز مقالة جيمز بلوتي ومهول سريفستابا حول الخطوط الأولية لاتفاق وقف إطلاق النار المتوقع وفيه مع ألان الصحف الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الحربي وافق على الخطوط العريضة للصفقة تبدو واشنطن أكثر تفاؤلا بقرب الاتفاق وأضاف التفاصيل لا تزال غامضة لكن من المرجح أن يتبع الاتفاق معايير تبادل المحتجزين بالأسرى في نوفمبر حيث تم مبادلة أكثر من مئة محتجز بمئة الأسرى الفلسطينيين أي تبادل للمحتجزين سيتم تحت غطاء وقف إطلاق النار الذي سيستمر خلال شهر رمضان وسيكون مصحوبا بزيادة في المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وختمة رغم ذلك فإن واشنطن متخوفة بشأن التقارير المتعلقة بخطة غزة ما بعد الحرب التي تبنتها إسرائيل والتي من شأنها إنشاء منطقة عازلة بين إسرائيل وقطاع غزة موقع أكسيوس بدوره مشاهدين ناقش الصفقة المحتملة قال إن المسؤولين القطريين والأمريكيين والمصريين قدموا إطارا أكثر تفصيلا للصفقة المحتملة إلى المفاوضين الإسرائيليين خلال اجتماع باريس وضاف الموقع يتضمن الإطار وقف إطلاق النار لستة أسابيع وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل أربعين محتجزا إسرائيليا والسماح لبعض النازحين بالبدء في العودة إلى شمال القطاع تابع الولايات المتحدة تخشى أن تنضي خطة اجتياح رفح قدما في غضون أسابيع إذا لم يتم التوصل إلى صفقة ونقل في المقابل تصريحات ناتنياهو أن الصفقة ستؤخر مؤقتا اجتياح رفح ولن تكون بديلا للعملية العسكرية على المدينة في موقع بلومبرغ يرى مارك تشامبيون أن التصاعد تكاليف الحرب ستدفع إسرائيل إلى البدء في مفاوضات وقال إن خطة بن يمين ناتنياهو لليوم التالي للحرب على غزة ليست خطة على الإطلاق بل قائمة بمواقف طويلة الأمد والمتناقضة وأضاف الكاتب مذكرة ناتنياهو المكونة من صفحة واحدة بمنزلة لغم أرضي يضع في طريق المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بشأن ما يعرف بخطة اليوم التالي وتابع المبادئ التوجيهية التي يتبنها ناتنياهو تظل بعيدة للغاية عن واقع المواقف الفلسطينية والعربية بعد الحرب أو حقاق المجتمع الدولي الأوسع ختم الكاتب بالقول تكاليف هذه الحرب سوف تتراكم فقط وسيعود المزيد من الإسرائيليين في أكياس الجثث وسيصبح المزيد من الفلسطينيين أكثر نقمة ونقرأ مشاهدين في صحيفة واشنطن بوست مقالة ديفيد إكناتيوس عن مؤشرات نحو اتفاق لوقف إطلاق النار وفيه أن الصفقة التي يحاول مدير الـ CIA التوسط فيها لن تحل أي من الأسئلة الكبيرة المتعلقة بإسرائيل والفلسطينيين لكنها على الأقل ستجعل الوضع الكارثي في غزة أقل سوءا وأضف أن قضية الأسرة هي المأزق الرئيسي في المحادثات وسد هذه الفجوة لن يكون سهلا وتابع الكاتب بالقول إن المساومة المكثفة بشأن صفقة محتملة تعكس إحساس إدارة بايدن بأن الحرب على غزة ربما تصل إلى نقطة إنعطاف أخرى مع اقترابها من شهرها الخامس ختم الكاتب بالقول واشنطن ترى أن الحصول على فترة توقف لمدة ستة أسابيع تقريبا قد يمكنها من بدء عمليات أوسع لخفض التصعيد في الشرق الأوسط ونختم مشاهدين بمقال جوتام كونفينو وتوني درايفر أو دايفر في صحيفة تليغراف حول تبعات الإعلان عن التوصل لاتفاق وفيه الاتفاق سيتضمن وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع مقابل إطلاق صراح ما يصل إلى أربعين محتجزا وسيتم إطلاق صراح المئات من السجناء الفلسطينيين وأضاف الوسطاء الأمريكيون والعرب يأملون التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان وهو الموعد الذي حددته إسرائيل باعتباره موعدا نهائيا قبل اجتياح مدينة رفح وتابعا مع ذلك فأن ناتنياهو يصر على أن الصفقة أو صفقة المحتجزين ستؤدي إلى تأخير الهجوم المثير للجدل وليس إلغاءه وختم بالقول لم تعلق حماس رسميا بعد على تفاصيل الاقتراح لكنها ذكرت في وقت سابق أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون طويل الأمد ويتضمن انسحابا كاملا من قطاع غزة للقوات الإسرائيلية بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا على الصفحف وعودة إلى أحمد لاستكمال هذه التغطية إليك أحمد لك مدى ترجمة نانسي قنقر